ايه ده انا مالي طلعت من الكادر كده ايه ايه الغم ده ماهر ماهر بهت علي يا جدعان بقيت برضو برشأ دماغي في سقف الفريم الحاجة الغريبة اللي هو بيعملها ده ماهر هو صنع المحتوى الوحيد في العالم اللي مؤمن ان اهم حاجتين يظهروا من صنع المحتوى في الفيديو فريم بتاعه هو عنيه وصرته لو صرته مش طالع من الفيديو يركبه مية عفرين جلادي يتر توي عام الجزء التاني من ملحمة ريدلي سكوت التي قدمها سنة اعتقد 2000 او حاجة زي كده من بطولة روسل كرو واللي حققت اداء نقدي رائع جدا واداء جماهيري رائع جدا شجع القائمين على الفيلم والمخرج نفسه ريدلي سكوت ان هم يعيدوا التجربة مرة اخرى بعدها ب24 سنة ما هو الداعي لهذا الفيلم الان هذا من الاسئلة المهمة جدا التي ممكن ان احنا نحاول نجواب مش حاول نجواب اقوي ممكن تكون حاجة ليها دعوة بالوضع السياسي والمجتمعي في امريكا الان ولو ده مقصود بشكل او باخر فدي حتبقى تالت محاولة في نفس السنة لتشبيه الوضع الحالي في امريكا والوضع المجتمعي في امريكا والوضع السياسي في امريكا بروم القديمة وسقطها وصعودها اللي محدش فاهم بيحصل ليه من الاساس داخل عالم جلادييتر نفسه يعني احنا سبنا الجزء الاولاني على اساس ان احنا خدنا خطوة مهمة جدا في اتجاه الديمقراطية ومجلس الشيوخ والشورى والجمهورية والحاجات الكبيرة ديت جينا بعد 24 سنة عشان نتفرج على احداث بتدور بعد 17 سنة من الفيلم الاولاني عشان نلاقي مجلس الشيوخ ده وتقعد زي ما هو وفيه كنين مجانين مسكين الحكم طب هو ايه اللي حصل هل الديمقراطية تجدي من الاساس ولا لا بس يعني الفيلمين التانيين اللي لعبوا لعبة مشابهة طبعا ميجالوبلس والاخر هو سيفلور الاحداث بتاعت جلادييتر 2 زي ما قلنا بتنطلق بعد المرور 17 سنة على احداث جلادييتر الاول والمراضي القائمين على حكم روما هم اتنين توقم بيقول ان هم توقم عطاق التاريخيا هم اخوات بس ما فيش حاجة بتؤكد ان هم كانوا توقم اللي هم جيتا وكوكورية تقريب كراكالا اسمه كراكالا وعندهم سلسلة من الفتوحات والحروب واحد تلك الحروب كانت على مملكة نيو ميديا اللي هي في دبي نيو ميديا ديت اللي هي شمال الجزائر في العصر القديم وبيأسروا عدد من المحاربين من هذه المملكة منهم هانو اللي هو بالنسبة لنا احنا نعرفه دي مش حرق على الاطلاق انه هو لوشيس الولد الصغير من الجزء الاول من جلادييتر وبييرموه في براثن المصارعات بتاعت الجلادييتر وبيلتقتوا احد اصحاب الطموح السياسي اللي هو دينزل واشنطن وبيدفعوا داخل اوساط المصارعة امام الامبراطورين التوأمين عشان هو نفسه عنده مطامع سياسية وبنشوف مع بعض يا ترى ايه اللي هيحصل فيلم جلادييتر 2 هو ملحمة حربية اعتقد ان هي اعتمدت بشكل كبير على عدد من الافكار في تنفيذ المعارك ومصارعات الجلادييتر اعتقد ان هي مبتكرة جدا وموفقة جدا وملحمية ورائعة من اجل تقديم قصة ممكن يكون فعلا فيها انعكاسات سياسية على الوضع الحالي ودراما للأسف بيتة ومكررة ونية وغير مكتملة ممكن نقول اصلا حتى وانا بقى احاول ان انا اسمي الفيلم لو احنا قلنا عليه فيلم سياسي من غير حرق للناس اللي شافت الفيلم هل هو فيلم سياسي فعلا؟ هو دراما انتقام زيه زي الجزء الاولاني هل هو فيلم انتقام اصلا؟ الفكروا فيه هداية ممكن نبقى نتكلم فيها في الاخر بشوية سبويلر وبتاعه ولا كلام زي ده قصة دفاعا عن القوة والشرف اللي هما السلوجنز بتاع الفيلم الاولاني والليكملهم عندنا لغاية الفيلم التاني هل ده حقيقي؟ هل ده منعكس حتى في شخصية البطل اللي هو هانو اللي هو لوشس؟ يعني دي اسئلة كتير جدا ممكن نجيبها او ممكن نطرحها علشان نفهم هو الفيلم بتاعنا بيدور عن ايه بالضبط مكررة نحن تقريبا فصول الفيلم هي هي بتاعت الجزء الاولاني واعتقد ان دهوت ليه اثر سلبي كبير جدا على مدى تفاعل المشاهد مع المشاهد اللي فيها حروب اللي فيها دموية شديدة اللي فيها قتل وفيها قتال وفيها حاجات زي دي لان في الجزء الاولاني طبعا احنا عارفين يعني ان غالبا البطل بتاعنا مش هيموت بس قدينة كنا حاسين ببعض القلق عليه لاننا على الاقل ما شفناش العالم ده مع الشخصية البطل ده قبل كده ولكن لما تديلي مرة اخرى بطل في مواقف مشابهة متكررة على جميع الاسعيدة سواء دراميا او انتقاميا او سياسيا او قتاليا لانك غالبا بتنقش من نفس المسودة اللي انت رسمتها الاول مرة من 24 سن ايه الجديد اللي ممكن يحصل المرة فده كان ليه اثر سلبي كبير جدا على التفاعل مع مشاهد القتال يعني يمكن حتى في الجزء الاولاني لو تفتكروا كان عنده سايد كيكس كان عنده اصدقاء في صحة الحرب نفسها في الحلب نفسها منهم جيمون هونسو مثلا لانا مستغرب ان هو ما استدعهوش في الفيلم ده كان ممكن ييجي مرة كمان على الاقل اه ماشي احنا مش قلقانين على راسل كرو ولكن قلقانين على جيمون هونسو قلقانين على السايد كيكس اللي موجودة حوالينا وتم بالفعل التضحية ببعضهم ودي كانت مشاهد فيها توتر كبير لنا كمشاهدين حتى الفيلم دوت على مستوى القتال ما فيهوش سايد كيكس ما فيهوش الشخصية السنوية اللي ممكن تقلق عليها او تخاف عليها بل انا ادعي ان درجة البرودة العاطفية ودي في تقدير الشخصية المشكلة الرائسية اللي موجودة في الفيلم خلتك على مستوى المشاعر غير متفاعل اطلاقا مع اللي بيحصل يعني فكروا معي كده يا جماعة الناس اللي شافت جلادييتر الاولاني في جلادييتر الاولاني عارفين كويس قوي ان حصل خلاف سياسي ما بينه وما بين الامبراطور اللي كان بيجسده خوكين فينيكس اللي امر بقتله وقتل ابنه وقتل امراته ابنه وامراته كانوا ظهروا يعني ظهورهم معانا على الشاشة في الجزء الاولاني قبل ما يقتلوا كان قد ايه تقريبا تقريبا هو مشهد القتل بتاعهم وبس على كده مفيش يعني وبشكل عابر واشك ان هم اتكلموا يمكن الولد ندع على ابوه ولا الام كانت بتنشر غسيل والتفتت ولا عمل بحاجة زي كده بس مفيش ولكن التأثير الدرامي عليك كمشاهد يا ربي على حرقة قلبك وانت بتتفرج على المسعى بتاع الانتقام بتاع البطل بتاعنا بناءا على اللي هو شايفه من اهوال مع امراته ومع ابنه في الفيلم ده احنا برضو عندنا دفع الانتقام ذاته وده موجود في البريمس ما هواش حرق على الاطلاق ان هانو دوت بيشوف مراته وهي بتتقتل فنيران الانتقام بتنبعث في صدره وبيقرر ان هو ياخد المغامرة ديت من اجل تحقيق العدالة والحاجات الغريبة المتوقعة جدا دي وعشان نحاول نبين شوية الاثر بتاع العاطفة في النقطة ديت او نوضح قد ايه هول الخسارة اللي هو مر بيها هما الحقيقة دار ما بينهم حوار وشفناهم في مشاهد مع بعض بل واعتقد ان هما تبادلوا القبولات على الاقل 3 ا 4 مرات ومع ذلك التأثير العاطفي على مشهد موت الزوجة دي حاجة طبعا انا فهم كويس اوي ان فيها اختلاف لكن انا شخصيا ولا الهواء حرقة القلب اللي الواحد حسها في الفيلم الاولاني مفتقدة تماما في الفيلم ده كل الاثار العاطفية لكل التحولات اللي الشخصية مرت بيها والشخصية مرت بعدد كبير من التحولات اولا على المستوى الزمني ديئة جدا يعني انا بابتدي المشهد بنية بنيه بالمية وتمانين درجة بتاعتها رغم ان داخل الاحداث مفيش ما يبرر ده اللي هو تحول يا سيدي لما يحصل ممكن يحصل طبعا انا مقود ضروري يحصل ما احنا بنتفرج على دراما بس لما يحصل ممكن يحصل على ربع خمس تياما خمس ستة حوادث بشكل تصعودي لكن ابتدي المشهد وبعضها مشاهد اكشن بنية انقل على النية مية وتمانين درجة علشان كلمة قالت ولا علشان علشان كلمة قالت دي كانت اغنية لسامير سعيد تقريبا ولا كلمة قالت مش هتنزل عنك ابدا مهما يكون بس لقتها خلاص مش مشكلة دي الزمني دوت بيتسع الاثر بتاعه الحقيقة مش بس داخل المشهد الواحد في التحولات الدرامية والعاطفية اللي ازاي ما بقول اثرها على المشاهد او علي انا كمشاهد كان صفر تقريبا لغاية لما بيدر الدراما كلها على الاطلاق لان النطاق الزمني اللي الاحداث كلها بتدور فيه حيزة اقول ايه شهر مسلا شهر ونص تلات اربع اسابيع بالكتير حاجة في الحدود دي مش اطول من كده على الاطلاق واحنا بنتكلم على رحل الطموح سياسي لشخصية دينزل واشنطن مثلا ينهر ازرق دي الحاجة اللي لما تقدمت دراميا قبل كده اتقدمت على مدار عقود عشرات السنين علشان فيه واحد يبدأ من النقطة اللي بدأ فيها بالطموح اللي هو بيوصله ويقرب ان هو يلمسه بايده ازاي يتقدم في النطاق الديق فشخ اللي تم داخل الاحداث ده كل حاجة شخصية هانو او شخصية لوشيس اللي انتقالات الفضيعة في النواية بتاعته من المسعى الاساسي بتاعه لغاية المصير اللي هو انتهى عليه ازاي ده كله على بقض ويحصل في النافذة الزمنية الغريبة اللي احنا بنتفرج عليها دي اثار كتيرة جدا لعيوب دراميا خلتني وانا بتفرج بقى واكد ان انا بشوف او بقى اصدق على يعرق كتير ان انا شوف ده على ان دي نسخة باهتة جدا من جلاديتر الاولاني لا يساعد في زهزهة الوانها وتفاصيلها الا المشاهد بتاعت الاكشن بالتصميم بتاعها بالافكار اللي فيها بالطريقة اللي تنفذت بيها وطبعا الكاستنج لان احنا بنتكلم على فريق تمثيل يا حظه اللي يجي تحت ايده فريق زي ده انا بتكلم على خلاتي البطولة في الاساس ممكن اكسبندت شوية ونضيف عليهم جيتا وكوكورية اللي هما اللي اتنين امبراطورات دول رغم انه هما برضو اتسلقوا جدا جدا في نهاية الفيلم وده اثر كتير على مستوى التجسيد او على مستوى التمثيل ولكن دينزل واشنطن بول مسكل وبيدرو باسكال يمكن برضو بيدرو باسكال مظلوم شويتين لان هو في اغلب الاحداث واخد الشكل بتاع الفنان ايهاب نافع حبتين هو يعني هو بتحط في اللوكيشنز محدودة بيعبر عن نفس الرسالة اوفر ان اوفر اجنب والحاجة المثيرة شوية للاهتمام اللي هو ممكن يكون عملها منقوشة بالورقة والقلم من الجزء الاول بالنتيجة بتاعته اللي المفترض ان هي نتيجة مفاجئة ولكن احنا شفناها في الجزء الاول هي هي هتحصلة مرة تانية وخلاص دانزل افضل دور لي من فترة طويلة جدا 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 وكان ممكن يبقى افضل من كده لو كانت الشخصية واخد حقها قطرة من كده لان في تقدير الشخصي هو يستحق يبقى بطل العمل من الشخصية مصندة على الاطلاق ومن سوق حظه ان فيه درامي لتقريبا كل التفاصيل بتاعت الشخصية اللي هو قدمها اتقدم قريبا او مش اتقدم قريبا اتقدم بشكل مترسخ للذاكرة الدرامية لاي مشاهد في الدنيا وهو من مسلسل جيموف ترونز وطبعا لما تيجي تتكلم على بالفترة الزمنية بتاع العباد بتاعته بالصعود بتاعه بالسقوط بتاعه باللحظة الملحمية اللي انتهت فيها الرحلة بتاعته تقدر وتفهم قد ايه الشخصية بتاعت دانزل واشنطن ولا اخر ست سنين بول مسكل ممكن يتظلم داخل الفيلم ده برضو ولكن انا شفت منه لمحات جيدة جدا بعيدا عن الاداء الحركي وبالتحديد في مشهد احد مشاهد الخطب هو بسم الله ما شاء الله عليه خطب كتير جوا الفيلم عنده واحدة منهم لا اعكس فيها اداء رائع عمل حاجات مؤثرة جدا وجمدة جدا تخليك وانت بتتفرد تقول ايه واحنا بنتكلم دلوقتي على مدرسة تكسيب بتشكل اللي انت تحب تشوفه في المستقبل اللي هي مش شبح حد ما تقدرش تقول على ايه رايان جوزلينج اللي هو الجيل القريب منه قوي ولا براد بيت ولا توم كروز ولا لما تروح لابعد من كده ولا حتى رسل كروي اللي هو المفترض ان الشخصية اللي هو متأثر بيها بشكل كبير ولكن لا الولد فعلا ليه مزاق مختلف وانت بتتفرج عليه واتصور ان هو رايح لاماكن رائعة فعلى مستوى الكاست بساهم جدا في ان التجربة بتاعت مشاهدة الفيلم تبقى جيدة عايز اقول الى حد ما والمشاهد الحربية بالتصميم بتاعها بالامور دي كلها ومش عارف ما هو مدى الفضل اللي ممكن ننسبه الريدلي سكوت في حاجة بالطريقة ديت انا يعني اتفاجئ لو هو لسه قائم على كل الحاجات دي ان هو اللي لسه بيستوري بورد الامور ديت وبيساهم في طرق تنفيذها وبيشارك بالتكنيكس اللي حيعملها في التصوير والامور دي كلها ايا كان مستوى مساهمته فمتشكرين جدا 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 ولكن الحاجة الاساسية اللي انا منتظرها منك دلوقتي انك تقدم لي رحلة درامية مع الشخصيات دي اللي هي شخصيات من العالم بتاعك اللي انت المستر بتاعه وانت استاذه ومن المفترض النهاردة انك بتعلم الناس كلها الدراما تتعمل ازاي فانا افلامك الاخيرة يكون فيها نابوليون اللي فيه كل العيوب اللي انا بتكلم عليها في الفيلم ده المرات بس يمكن المرات دي نصفنا شوية الارتباط بالعالم وزي ما قلنا فريق التمثيل وزي ما قلنا تجربة الاكشن وتجربة المعارك اللي تصممت والحروب والحاجات دي كلها ولكن لأ بعد اربعة وعشرين سنة ما تحركناش كتير لقدام ما شفناش حاجة تقول ان الراجل دوت بقى يوريك الدراما اللي مفيش حد تاني في الدنيا يحكيها لا لا احنا رجعنا خطوات كتيرة اوي الورا المقارنات مع جلديتر الاولانية اتصور ان الفيلم هو اللي فرضها لنفسه يعني انا لغاية قبل ما اشوف الفيلم كنت شفت عادة كبير من المراجعات الناس مصممة جدا عنها تقعد تتكلم في حتة الاول المساحة اللي عملها الاول الاثر اللي جابها الاول كنت حاسة الناس بتظلم الفيلم التاني بالمقارنة المتكررة مع الفيلم الاولاني ولكن بعد ما شفت الفيلم لا انت اللي فرض المقارنة دي على نفسك انت اللي بتقلت تقريبا كل الفصول بتاعتك بحزافرها مرة اخر لذلك فانا حاسس ان المقارنة في محلها والمقارنة مش في صالحك على الاطلاق يمكن نشوفنا بعض التطور انعكاس على جودة الادوات التقنية والفنية في السينما على مشاهد الاكشن ومشاهد المعارك ولكن مش 24 سنة تطور برضي الفيلم الاولاني لسه واقف على حيله في الحاجات دي وتعمل فيه افكار رائعة وقوية وجمدة جدا ولسه مؤثرة ولما اضيف عليها الاثر العاطفي بتاع التجربة الدرامية اتصور انها تطلع احلى كمان من الجزء ده لذلك فانا تقييمي للجزء التاني من فيلم جلادييتر كفرصة مغترب كل تأكيد هو ستة من عشر ودي جلادييتر بتاعكم اهو كمان هذا اللي انت عاوز بالنسبة للكلام اللي متقال عن امكانية جزء تالت فانا مستغرب للموضوع لان انت اصلا بتقدم حاجة على مستوى الدقة التاريخية ملعوب فيها بشكل كبير من اجل تحقيق اثر درامي انا اتصور انك بتفقده مع مرور الزمن وهو اصلا كان بيفقد على مرور الاحداث بتاعت الجزء الاولاني انا من الناس اللي مقتنع ان الفصل الاخير في جلادييتر هو الفصل الاسوء اللي حصلت فيه التقلبات السياسية ومعرفش ايه والحاجات دي الفصول اللي قبل كده كانت اقوى بكتير ختم الفيلم كويس فعشان كده استحق مكانته ضمن الكلاسيكيات ولكن مع مرور الزمن انت عمال تفقد الاتصال الدرامي دوت وعمال تفقد الاتصال بالحقيقة على مستوى الدقة التاريخية فانت هتعمل ايه في الفصل الجديد حنبتدي نتكلم شوائية دلوقتي بحرية حرق فلو حد ما شافش الفيلم يقفل دلوقتي افضل ويبقى يرجع مرة اخرى لما يشوف الفيلم الحرق في النقطة اللي انا كنت بتكلم فيها في الاساس هو دي حدودة انتقام يا جماعة هو ساب الانتقام في نص والتحول بتاعه 180 درجة كان ليه بعض الاثار وبعض الفوتات فان هو لما عاش المجد بتاع الانسسترز بتاعه بتاع الارث بتاعه مرة اخرى لقى الارتباط مرة تانية مع روما وفهم مجده اسرته جده والحاجات دي كلها فقرة جده مش بتاع الاتحاد جده بتاع روما وقرر ان هو عاوز يستمر في الحاجات ديت او ان هو يكرس حياته للكلام ده وطب عنصر الانتقام اللي كان موجود ده نعمل فيه ايه نبلع عليه حباية يعني انت في الجلادييتر فايت اللي حصلت مع الشخصية بتاع بيدرو باسكال نفسها تحولت 180 درجة في حزب التلاتين ثانية انت ابتديت الحرب بمية قتله هل السبيتش اللي قالها وهي سبيتش خيبانة جدا على فكرة يعني الخب خيبانة الى اقصى درجة هي اللي قلبت موقفك 180 درجة ده انت مش بس تغاضيت عن فكرة انك تنال من الانتقام بتاعك منه ده انت شبحت له بس كده على طول فما هواش فيلم انتقام هل هو فيلم السياسة هل المفروض لما اتفرج على الفيلم الاقي الانعكاسات الخاصة فعلا بالواقع السياسي مع امريكا ممكن شوية في غباء القيادة وفي تفاهة الغرض السياسي بتاعهم وفي سهولة اختراقهم والتسلق عليهم والتآمر عليهم من خلال التظاهر بارضاقهم اهو ده ممكن يكون شوية تاني ولكن في النهاية ما احنا اصلا بدين من نقطة مش مفهومة هو ازاي بعد الجزء الاولاني وصلنا اللي احنا وصلنا له انا عارف كويس قوي انه ممكن يكون ده اتحصل في الحقيقة وهو ايه دات الدقة التاريخية الجانب التاريخي اللي انت بتوفقه بس داخل الاحداث الدرامية ما انت لازم تديني ليه مبرر وإلا ما انت بتعيد اللي حصل في الجزء الاولاني بحزافير وحصل ايه يعني وبعدين لو انت عاوز ترسم ان الفيلم دوت من المفترض ان هو انتصار لقيم القوة والشرف والحاجات اللي انت بتدفع عنها فين بقى ما هي نفس القيمة اللي كانت موجودة في الجزء الاولاني واللي قضتنا للجزء التاني ودي الجزء التاني بيخلص قضنا لايه في الاخر روما دلوقتي مين بيحكمها كلاوديو رانير قادي الديمقراطية ايه اللي حصل لفوا 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 في الاخر رجوع لكلاوديو رانير الفيلم كله على مستوى الحوار مش جيد فيه حاجات كتير فيه جمل كتير بتتوقف عندها ايه يا جماعة الكلام ده ده المفترض ان هو يخلق التأثير العاطفي اللي انا شفته على الشاشة وبعدين احسامحها ابو ناعنا على ايه ما تيجي نتكلم برضو في التفاصيل يعني يعني انت بتشوف حقيقة نسبك اللي انت كنت مشكوك فيه مقابل الاشاعة اللي كانت طالعة مع امك وعلقتها بخوها هي كده بقت بريئة كده ثبتت برائتها يعني احنا المفروض ان احنا تولى احداث الفيلم بنتعاطف مع بول ميسكل وبنغضب من دينزل واشنطن ولكن في نقطة معينة وهو طرح منطق ما راجل بيتكلم صح بيقول له احنا كان بنا وبن بعض اتفاق انا حسلمك حاجة وانت حتسلمني حاجة غيرت رأيك ليه انا والله ما فعامه غير رأيه ليه ما راجل بيتكلم صح ايه فجأة حسيت ان انت طول عمرك نرسل الحرب بتاع روما احنا حنقفلم انت طول عمرك مرمي في الصحراء ولا دريان بيهم اصلا وكنت عايش عندنا في مصر معزز مكرم روح الجزائر عملوك بني ادم يا كلب تيجي في الاخر بتتأمر على الرجل بعدنا والرجل يعني المفترض ان هو اللي كان عاوز يعمله وحش لروما ليه يعني روما كان بيحكمها جوز ارجوزات والبلد كانت رايحة في ستين داهية وهو انقلب عليهم عايز يسيطر ماشي بس يعني ما تدي له فرصة يا أخي محنا قلنا هو يعني انت اصلا لما مشيت على الاجندة بتاعت الحياة دلوقتي وصلنا في الاخر لانك مهدد بالهبوض طب ما كنت تسيب الراجل دوة يقعد شوية كان ايه اللي حصل انا مش ضد التحول انا ضد النافذة الزمنية بتاعت التحول هل ده كان كافي بالنسبة لك انت كمشاهد شفت ان اللي حصل ده كفاية جدا عشان ينقل بني آدم المفترض ان هو من جوه ملتهب بنيران فقدان زوجته والرغبة في الانتقام لدماغها وبعدين شاف الناس بتحترم الراجل فقال لك خلاص انا قلتا ومش بقولك بس مش بس تردد مش مجرد خطوة في طريق الانتقال للجنب الاخر زي بقولك ويف يشباح له هل هو حسب الالهام الشديد جدا لرغبة انقاذ شعب روما من منطلق ان هم يستحقوا مستقبل يستحقوا مستقبل افضل مدير على اليدلوكاليفون يهيصوا عن ناس بتتدبح دول عالم وصخة كلهم يستهلوا الحرقة هو ما اكتفاش بان هو يعني انت قتلت امه وقاتل امه فراح انتقام له ولا بتاع لا ده هو خد المهمة بتاعت ان هو بقى زعيم الدولة من هنا ورايح خلاص بقى توتي المشهد بتاع القرش والميا ده ملحمي جدا بس كان محتاج شوية تقديمات محتاج شوية عملتها ازاي مش عملتها ازاي اخراجيا عملتها ازاي داخل الاطار ده المفروض ان كان يبقى فيه مشاهد ليلية مثلا للساحة ديت وهي بيتم اعدادها انا اسف على المقارنة يعني بس زي ما اللي ما كانوا بيعملوا في سكويد جيم لما كانوا بيتطقصوا بالليل على التاست او اللعبة اللي حيلعبوها تاني يوم وتخلق لك حال الترقب لما تيجي تقدمها قدامي انا حس ان انا اتفرجت على تجربة مرضية مكتملة شويتين مش هتفاجئ بها فاجأة عملتها زي نابوليون يا جماعة بجد والله تحس ان زي ما يكون كان فيه مشاهد وتشالد فكرة الجزء التاني كلها على بعضها قتلت المسعى الرئيسي بتاع الجزء الاول يعني انت عاوز تقولي ان كل التضحيات اللي تقدمت في الجزء الاول كانت من اجل حاجة ولا ليها اي 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 ما في الدنيا احنا رجعنا تاني لنفس المربع مشاهد القتل كانت قسيارة مشاهد المبارزات كانت قسيارة الديني يا عم مين اللي بياخد اليد العليا والتاني بياخد العبد يد يد اللي معرفش ملأ او ده يتعور وده يتقتل وده يتعمل واللحظة الابداعية الانقاذية الاعجازية في الكلام ده ودرامة المعارك اللي احنا عارفينها دي مفقودة تماما وزي ما بقولك الشخصية نفسها بتاعة لوشيس مش مقنعة يعني في اغلب المبارزات والحاجات اللي هو دخلها حتى في المبارزة بتاعتك مع بيدرو باسكال بتشبرينس يعني